ذكرت تقارير إعلامية نمائتين وستة وتسعين شخصا لقوحت فهم إثر الزلزال الذي بلغت قوته ستة درجات فاصل تسعة وهز مدينة مراكش السياحية المغربية مساء الجمعة وحسب مركز شبكة الزلازل الصيني وقع الزلزال في حوالي الساعة الحدية عشرة وعشر دقائق من مساء يوم الجمعة بالتوقيت المحلي وتم تحديد مركز الزلزال الذي وقع على عمق عشرة كيلومترات جنوب غربي مدينة مراكش وشعر به المواطنون في العاصمة الرباط ومراكش ومدن أخرى